بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة مناقشة القرارات التي خرجت بها منظمة التعاون الإسلامي كما لا يخفى على كريم علمكم فهذا الأسبوع في نهاية الأسبوع تم تجمع إسلامي كبير يسمى منظمة التعاون الإسلامي بدولة جامبيا وشارك فيها المغرب بثقله الوازن وتميزت بالخطاب الملكي السامي الذي سوف يوجه رسائل واضحة وبينة للمنتظم الدولي باعتبار أن جلالة الملك هو رئيس لجنة القدس وأيضا باعتبار أنه أمير للمؤمنين السؤال أولا أيها الأحب الكرام ما هي منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة تم تأسيسها قبل خمسة وخمسين سنة بالمغرب بالضبط سنة ألف وتسعمائة وتسعة وستين للميلاد تأسست في الرباط ولماذا تأسست؟ لأن في تلك الفترة وكأن التاريخ يعيد نفسه وقع اعتداء من طرف بعض الإسرائيليين على المسجد الأقصى وتم إحراق القبة في المسجد الأقصى وقبة صخرة المعروفة بشرفها وكرمها عند المؤمنين هذا أدى إلى تأجج الصراع وتأجج المسيرات الاستنكارية في العالم الإسلامي برمته مما جعل رؤساء الدول العالم الإسلامي أنهم يجتمعون ويقررون اتخاذ موقف موحد من ثم كان ما يسمى بمؤتمر القمة الإسلامي الذي تحول فيما بعد إلى ما يسمى بمنظمة التعاون الإسلامي هذه المنظمة هي اليوم تضم 57 دولة إسلامية عدد الدول الإسلامية 57 دولة إسلامية بعضها في الشرق الأوسط والآخر في شمال إفريقيا ودول أخرى في جنوب شرق أسيا وأخرى في شبه القارة الهندية وغيرها فهي 57 دولة إسلامية كلها تدين بالدين الإسلامي وعدد السكانها الآن يزيد عن المليار وتسعة يعني أوشك أن يصل إلى مليارين حسب آخر الإحصائيات عدد المسلمين أوشك أن يجاوز الملياران مع العلم أن العالم كله في حوالي سبعة ملايير نسمة هذه المنظمة الإسلامية هي تتكلم بلغات مختلفة لغتها الرسمية أولاً اللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية ثم اللغة الفرنسية المغرب كان له فضل الصبق والشرف أنها تأسست على أرضه في الرباط في عهد الملك الراحل المجاهد الحسن الثاني الذي كان له رؤية واضحة عن هذا الصراع العربي الإسرائيلي وكان عنده وحدة رؤية طاقبة وشخصية كاريزماتية لفض النزاع وتسوية المشاكل ومن ثم بقيت هذه المنظمة بالإضافة إلى أنها بينت عن موقفها من الاعتداءات السافرة على بيت المقدس آنذاك بدأت تفكر في قضايا أخرى أنها تعمل على تكريس قيم السلم والأمن الدوليين كيف أنها تعمل على جعل الأمان والسلم يسود العالم الإسلامي وبقي الدول العالم وأيضا من أدوارها هو فض النزاعات البينية هناك دول عندها نزاعات بينية كمالي كالسودان كالسينغال كليبيا وغيرها من الدول عندها صراعات بينية كيف يمكن أن تتدخل بحكمة ورزانة للعمل على فض كل نزاعات وأيضا دورها هو المساهمة في التنمية المستدامة لأن هذه البلدان تحتاج إلى دفع قوية في اقتصادها وفي شؤونها الاجتماعية وقضايا التعليم وقضايا المرأة وقضايا الصحة وقضايا الأمن الغدائي وقضايا تغير المناخ قضايا كثيرة جدا ينبغي أن يتعاون فيها الناس المنطلق الذي انطلقت منه هذه المنظمة منظمة التعاول الإسلامي كان بإعاز من الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله تعالى لما جعل الشعار هو قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ دَكَرٍ وَأُنْتَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إن الله عليم خبير بهذه الآية الكريمة المباركة شرع الملك الراحل الحسن الثاني في تأسيس الرؤية الواضحة والاستراتيجية المتعددة والشاملة لهذه المنظمة بعد مرور خمسة وخمسين سنة على إنشائها قامت بجهود مرة تكون جيدة مرة تكون متواضعة والضرفية الرهنة كما لا يخفى على كريم علم جميع المتابعين أن الضرفية الرهنة هي مقلقة للغاية فمن جهة هناك الصراع المحتدم في الشرق الأوسط والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين والعالم كله يتابع بشغف وباهتمام كبير ما يقع حتى إن هذا الأمر سوف يخرج من يد السياسيين ويدخل إلى عالم الطلبة والتلاميذ يعني ممكن نتوقع في القريب العاجل أن الجامعات والمدارس سوف تشكل ورقة ضغط قوية لفض هذا النزاع ثم مشكل آخر وهو مشكل التطرف الديني والإرهاب الذي يطال الكثير من بؤر التوتر فعوض أن يكون الدين الإسلامي دين رحمة ودين دين تعاون بعض الجغات كرسته لممارسة الإرهاب وممارسة التطرف ثم من جهة أخرى معاكسة في أوروبا هناك امتداد ما يسمى بالإسلاموفوبيا وهو التخويف من الدين الإسلامي صار الناس يصورون الدين الإسلامي عبارة عن دماء وسيف وبندقية وتعدد الزواجات والرغبة الجنسية وغير ذلك فالناس صاروا يخافون من الدين الإسلامي لأنه يصور لهم كأنه بوعبع مخيف إضافة إلى ذلك لتزال الصراعات البينية بين الدول الإسلامية كثيرا دول كثيرة فيها حروب فيها نزاعات على حدود وهمية لأن المستعمر قبل أن يخرج من البلاد العربية والإسلامية ترك حدود لهي عبارة فيها نزاعات حتى يبقى دوما النزاع بين الدول الشقيقة ثم أضف إلى ذلك مشكل الفقر وغلاء الأسعار الذي طبع جميع الدول في الضرفية الرهنة وأيضا التغير المناخي وغير ذلك ما يمكن ملاحظته في هذه الدورة الخامسة عشر التي انعقدت بجامبيا وغامبيا كما تعلمون هي دولة مسلمة صغيرة ويحاديثة عهد بالإسلام يعني اعتنقت رسميا الديل الإسلامي في السنوات الأخيرة العشر الأخيرة وهذه الدولة هي صغيرة وفقيرة ولكن لإنجاح هذه المهمة تدخل المغرب وتدخلت السينيغال وتدخلت موريطانيا بقوة من أجل وضع المسات النهائية لانعقاد هذه الدورة وهذه أيضا نقطة حسنة تحسب للمغرب لأنه تكفل بالإطعام لهؤلاء الضيوف والإيواء ديالهم والنقل ديالهم والوسائل اللوجيستيكية فالمغرب هو دائما في القارة الإفريقية حاضر بقوة وقدم الدعم لهذه الدولة الصغيرة التي عقدت نشاط ديال منظمة كبيرة يعني الثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة هي منظمة التعاول الإسلامي التي تضم تقريبا سبعة وخمسين دولة مسلمة هذا اللقاء الأخير الدورة الخامسة عشر التي مرت نهاية الأسبوع كان دورها هو تعزيز الوحدة والسلم العالميين كيف نتوحد وكيف نكرس السلم والأمان المتبيز في هذه الدورة هو الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه بالنيابة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد التوفيق وهذا الخطاب الملكي تضمن مجموعة كبيرة من الإرشادات والتوجيهات حاري بنا أننا نعيد استحضارها وتذكارها لترسخ في الأدهان أول قضية بدأ بها صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله تعالى ورعاه هو القضية الفلسطينية لأنه باعتباره رئيسا للجنة القدس عبر عن استيائه وعن تدمره من الأوضاع الدموية المؤسفة بهذه المنطقة وهذه الرقعة المقدسة واستنكر أيضا الموقف السلبي والمتخادل للمنتظم الدولي وخصوصا للدول العظمة التي وكأنها غيبت ضميرها فنادى صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه الدول الإسلامية المشاركة لتحمل المسؤولية واتخاذ موقف مشرف وقوي وفاعل من أجل أولا وقف إطلاق النار أول شيء وقف إطلاق النار العمل بشكل قوي وممارسة ضغوطات على الجهات المعنية بوقف إطلاق النار وكذلك وقف سفك الدماء ثم النقطة الثانية التي ركز عليها صاحب الجلالة في هذا المؤتمر العالمي الإسلامي وهو التسريع بتقديم المساعدات الإنسانية للمتدررين ومعلوم أن المغرب منذ اندلاع هذه الأزمة كان صباقا لإرسال الكثير من المساعدات الإنسانية لضحايا هذه الحرب باتفاق مع مصر كان يدخل عبر معبر رفح وشهد للمغرب بالكرم والجود والعطاء والتضامن الإسلامي الحقيقي فأول نقطتين رئيسيتين دعا إليه مصاحب الجلالة حافظه الله ورعاه العمل بقوة على وقف إطلاق النار والأمر الثاني وهو إيصال المساعدات للمتدررين ثم دعا لكي يعمل المشاركون جميعا لإعادة بناء وإعمار هذه المنطقة المتدررة خصوصا بناء المستشفيات وتزويد المنطقة بالماء والكهرباء وبضروريات الحياة هذه المبادل الأولية لقيت إشادة كبيرة من طرف رؤساء الدول الإسلامية ومن طرف المنتظم الدولي والكثير من الإداعات والكثير من المنابر تحددت عنها أيضا نجد بأن صاحب الجلالة سيتكلم عن كيف أن أتهجم على الدين الإسلامي هناك دول ربما تغض الطرف لما يقوم بعض أبنائها بإطلاف أو حرق أو تدنيس نسخ من القرآن الكريم فبعض المتطرفين في الدول الغربية كل مرة يقومون باستفزاز مشاعر المسلمين فيحرقون أو يدنسون نسخ من القرآن العظيم لكن السلطات الرسمية بالبلد المعني لا تبدي أي رد فعل وكأن الأمر عادي وتدخله في قانة حرية التعبير وهذا ليس حرية التعبير هذا توظيف حرية التعبير في مبارسات نزاعات الكراهية لهذا دعا خطاب صاحب الجلالة إلى العمل على نبد خطابات الكراهية خطابات الكراهية هي متواجدة في قنوات كثيرة وفي وسائل الإعلام مختلفة متعددة والمغرب هو كان صبقا لأن كما لا يخفى على كريم علمكم البرلمان المغربي منذ فترة عقد دورة حول هذه القضايا ومن المقترحات التي قدمها لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهو الاستفادة من التجربة الناجحة لمؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المعروف أن هذه المؤسسة التي تحمل اسم محمد السادس هذه المؤسسة تضم المئات من الطلبة والطالبات ويتم تخرج العديد من العلماء الأجلاء وفيها تمتيلية لمختلف الدول هناك الدول العربية والدول الإفريقية والدول الأسيوية يعني من ماليزيا من الباكستان من سنغال من كوديفوغ من جميع دول العالم ويعطي تجربة لهياء فيها تصور جليل لمفاهيم الدين الإسلامي لأن البعض ربما يتصور الدين الإسلامي كأنه صراعات وكأنه عقاد وكأنه نزعات كراهية ودعوة للحروب وهذه المؤسسة العلمية تصحح هذه المفاهيم وتبنيها على الكتاب العزيز والسنة المطهرة وفق المقاصد العليا للشريعة التي تحفظ على الناس دينهم وعرضهم ودماءهم وأموالهم ثم إيجاد أخرى بمضامين خطاب صاحب الجلالة لما تحدث عن مشكل الإسلاموفوبيا فالدول الغربية بعضها يشجع على هذه المفاهيم الخاطئة والمغلوطة الإسلاموفوبيا هو التخويف من الإسلام كأنه نزع إرهابية والحقيقة أن الإسلاموفوبيا هي وجه جديد لما يسمى بالحروب الصليبية القديمة كانت دائما تواجه الدين الإسلامي وتحاول النيل منه بجميع الطرق والآن يشجعون على أن الدين الإسلامي هو مخيف وأنه تواق للحروب وأنه لا خير فيه يقول هو خمسة عشر قرن عند أهله ولم يستفيدوا منه إذا لا خير فيه ودوما يبطون فيه النزعات ويشجعون جميع الشبهات تحوم حول الدين الإسلامي فصاحب الجلالة حضر من هذا النزع الإسلاموفوبيا التخويف من الدين الإسلامي وطمأن بأن الدين الإسلامي راقي جدا ولعل قومه الأقوام ديناهما لم يفهموا الفهم الصحيح ولم يوظفوه التوظيفة الحسن ثم لاحظنا أيضا أن صاحب الجلالة يعني غير يتكلم من غير هذه القضايا الجوهرية والأساسية أن الدول المسلمة الآن تعاني من أخطار داخلية فبالإضافة إلى الأخطار الخارجية اللي هي العدوان الإسرائيلي واللي هي الاستكبار العالمي هناك أخطار داخلية يعني هذه الأخطار الداخلية معناها مظاهر الفقر ومظاهر التشردم والتفرق التي تطبع الدول الإسلامية المفروض أن الدول الإسلامية تكون متوحدة لأن لها دين واحد ولها قبل واحدة ولها إله واحد ولها قرآن واحد ولها سنة واحدة ولها تاريخ مشترك ولها مصير مشترك ولها جغرافية مشتركة ولها مصالح مشتركة فالمفروض أن تكون موحدة فقد أشر صاحب الجلالة إلى نزعات الإختلافات والتفرق والتشردم التي تطبع الكثير من الدول فأشار إلى واقع في ليبيا والواقع في مالي والواقع في السودان وغيرها من بقع التوتر هذا لا يليق بنا فدع صاحب الجلالة أن تعمل الترسانة دين المنظمة معلوم أن المنظمة التعاون الإسلامية لها ترسانة قوية عندها ترسانة أولا في الجانب المالي ما يسمى بالبنك الإسلامي البنك الإسلامي اللي هو في جدة بنك كبير في أموال كثيرة التمويل موجود ثم عندها اتحاد وكالة الأنباء الإسلامية فهذا الاتحاد جمع كل القوى الإعلامية إداعات وتلفزيون وغيرها من المواقع كلها في اتحاد واحد لأن الإعلام له دور كبير في توجيه الرأي العام ثم عندها أيضا منظمة أخرى تسمى الهلال الهلال الإسلامي اللي هو في مقابل الصليب الصليب هو تابعا لمنظمة الصحة اللي عندها منح نصراني مسيحي وبالمقابل السسمة يسمى بمنظمة الهلال الهلال الأخضر اللي هي ترمز للإسلام وترمز للدين الإسلامي وهذه المنظمة هي للصحة عند ترسانة قوية من الأطباء والمستشفيات والمعدات الطبية المتطورة والمتنقلة أيضا عندها أيضا منظمة أخرى للأمل الغدائي هي كبيرة جدا توجد في أسيا هذه المنظمة لغاية دياله وإيجاد سلة غداء للعالم الإسلامي يعني أي دولة تشعر بالجوع يعني ممكن أننا نوفر لها الطعام والشراب المناسب فهذه مهمة للغاية ثم أيضا هناك المنظمة المتعلقة بالمرأة منظمة كبيرة خاصة بالمرأة تطوير المرأة القروية وتطوير كل ما يتعلق بشؤون المرأة وتأهيلها لكي تكون فاعل في الأسرة وتكون عندها واحد دور كبير في الإشعاع ثم هناك منظمة التقافة والفكر الإيسيسكو يعني تشجع على العلوم وتشجع على الابتكار وتشجع على البحث العلمي فالمنظمة عندها تبارك الله واحد العدد الكبير للمؤسسات الموازية والأدرع ولماذا هي معطلة أو لماذا هي أتروها ضعيف جدا فصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه أعطى توجيه كبير لاستغلال كل هذه الطاقات لكي نتقدم إلى الأمام نبدأ أولا بوضع حد للنزاعات الطائفية بين الدول الإسلامية يكفي يكفي حروب وينبغي أن نتفق على إيجاد حل سلمي للحدود الوهمية التي تقع بين الدول البينية ثم دع صاحب الجلالة إلى التنمية المستدمة يعني هذه الدول خصوصا الإفريقية لأقل نموا تحتاج الدعم فالمال موجود في العالم الإسلامي والعقول العلمية متواجدة والأدرع الشبابية متواجدة ما الذي يخصنا صاحب الجلالة يفيد بأن ما يخصنا هي الإرادة السياسية القوية التي حمس لها زعماء الدول من أجل العمل على النهوض بهذه البلاد المسلمة الفقيرة دعا إلى التنمية المستدامة وأشعر إلى الانبوب الغاز ديالنيجيريا وإلى المحيط الأطلسي الذي يحتاج إلى الكل يأخذ نصيبه منه هذا فضل الله تعالى علينا جميعا والقوي منا يأخذ بيد أخيه الضعيف ودعا إلى الكثير من الأشياء منها لمواجهة تقلبة المناخية وغلاء الأسعار والعمل على إيجاد حياة آمنة مطمئنة وانتغى بضرورة أن نحقق الرفاه الاجتماعي هذا هو المطلوب الإسلام هو من مقاصده العامة دعا إلى الوحدة ودعا إلى عدم التشردم وعدا دعا إلى الأمن والسلم ودعا إلى الحوار مع الحضارات وعبارة جميلة ذكرها صاحب الجلالة قال هذه حوار الجهالات وليس حوار الحضارات لأن كما تعلمون جميعا الفكرة الحوار الحضارات قبلها جاء ما يسمى بصدام الحضارات وهذه تقريبا وحدة 30 سنة والعالم والمنتظم الدولي يشهد سفك الدماء ويشهد التناطحات بسبب هذه الأطروحة التي قالها مفكر أمريكي من أصول يابانية قال صراع الحضارات أن المجتمع قائم على الصراع من المستقبل سيكون هناك صراع جاء بعض أصحاب الضمير الحي قالوا لا عوض الصراع سوف نشجع حوار الحضارات لكن صاحب الجلالة أعطى تقييم وسرعة عامة على هذه السنوات الماضية كلها قال إنها حوار الجهالات وليس حوار الحضارات لأن الحصيلة ضعيفة ضعيفة جدا الحصيلة التي وصلنا إلى ضعيفة خصوصا أن الأمور القاضية الفلسطينية يعني بعد أكتر من ستين أو سبعين سنة دي الحوار جعلت الناس يشعرون بالإحباط جعلت المجتمع المسلم يشعر بالإحباط وجعلت الجيل الصائد ربما إما يشعر بالاستياء والتدمر أو يشعر بالله مبالات لهذا كان خطاب جعلت الملي قويا وكان واضحا وكان الهدف الأساسي هو إيجاد حل سريع للتوتر في الشرق الأوسط لأن الشرق الأوسط هو القلب النغبض للأمة الإسلامية كلما كان الشرق الأوسط هادئا تكون الأمة الإسلامية هادئة كلما كان متوترا ينعكس على كل الدول المجاورة فدعا لإيجاد حل القضية الفلسطينية وهو ما يسمى بحل الدولتين وضم القص الشرقية لفلسطين والعودة إلى حدود 1967 كما أقرتها الأمم المتحدة فعلا كان خطاب جلالة الملك محمد السادس باعتباره أميرا للمؤمنين وباعتباره رئيسا للجنة القدس كان فعلا خطابا محفزا ومشجعا ولقي إشادة قوية من طرف كل مكونات المجتمع ومن طرف الفاعلين في المنتظم الدولي فنحن نفتخر ونعتز بهذا الروح الدينية القوية التواقى للإصلاح والتواقى للتغيير والتواقى لننشد عالم آخر يكون مبني على المحبة والمودة والسلم والسلام بإذن الله الواحد الأحد نسأل الله تعالى أن يبارك في عمر صاحب الجلالة ونسأل الله تعالى أن تكون هذه القرارات التي خرجت بها منظمة التعاول الإسلامي لا تبقى عبارة عن حبر على ورق وإنما نتمنى أنها تلقى الأياد القوية والإرادات الصادقة من أجل تنفيذها على أرض الواقع نحن جميعا أيها الأحباب الكرام مدعوين إلى أن ننخرط كلنا ينبغي أن ننخرط كل من موقعه وحسب قدرته واستطاعته نعمل على تفعيل هذه المبادئ لكي نرسم جيلا أو مستقبلا يكون أجمل والجيل الصاعد يكون في وضع أروح بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبابنا الكرام اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من إقليم أسفي معنا للا أم محمد السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كديرا دكتور لباس حافظك الله ورعاك للا الله يطول عمرك وحافظك دكتور كنشكرك وكنشكر الأخ كامي في المستقبل المكالمات بارك الله فيك للا كديرا دكتور كديرا أحد الوليّة ديالك ووليدات كاملين نحمد والله تعالى ونشكر ونطلب الله السلام وكل بركة الحمد لله الحمد لله لا لا الحمد لله بارك الله وفيك الله يخلي لك وليداتك ويحفظهم ليك ويبارك فيهم ونشحهم مع دعوات المسلمين كلهم إن شاء الله كحاجة ما تضرغ بإذن الله يا ربي يا كريم بإذن الله جزاك الله الفخير الله يحفظه يا ربي بسه وغايت تبقى حد سؤال إيها للا والله يحفظك يعني ابنو الحارف يعني يعني بتعاهد الرسل صلى الله عليه وسلم يعني أشنو كان بدور دياله يعني وشكون هو بغايت تعرفه تعرفه بغايتك دكتور الله يحفظك وعليك ما تمنتي كانت منى البرنامج يالك نعم يولي يعني يولي الأسئلة الدينية وفي تسئلة القراءة الكريم باش نحتاهدوا دكتور نعم فكت تعرفه دكتور أنا مقارياش وكان بوزع مع يعني لوليداتي السودون إلى شيء سؤال ديني وفي دراسة بعض الدخاءة قال ليهم في دراسة يجيوا لي ويقولوا يا مرة سمعنا وسمعنا يعني تكون عندي تأنا يعني يعني أنا نعرف نجو بهم ونعرف تأنا يعني كانت مننا يعني المستمعين يطرفوا أسكيلة بحكوا في الدين وفي تشتير القرآن وفي قال الرسول قال الصحابة قالوا فبت يعني بغينا ذاك شي يرجع بغينا ذاك شي زي ما يرجع كيف ما نقوله كيف ما كان لول برنامج كان زويل صراحة والله دكتور لشان مواحد ما شان مواحد كان نقول ليهم البرنامج يعني يعني مقاديما دي يارك تبارك الله لك دكتور يعني كان أعطيك يعني بغيتك إن شاء الله كل ما تبنيك الدنيا في الأخير سدي رب بحق دي يعني المقدمة دي يارك تكون زويلة بزاف ولكن بغينا المستمعين إحتهم يعني يعني ليح أن تشي مشكل ما زوجها لمشاكل يعني دي الوليدات بغينا نستافد و بغينا كيفش رب وليداتنا بغينا أنا أم لربعة الوليدات و إذا بدأ أخير المراها قاو بغينا كيفش متعامل مع أوليداتي يعني بغينا المستمعين يطرف غير مشاكل دي الماديات والاحتياج وهذا شي يعني مرة مرة لديه ماشي مشكل ولكن ميرطوش دائم دائم يخلوا فرصة آخرين يستاهدوا واشفمتين يا دكتور نعم لله أم محمد فمسك لله يعني كانت مننا يعني في حد تفسير لك تي كتشسر لنا وحد خطر تي كتقول لنا على وحد الراجل اللي كان يعني كان بحل في غوليسي وليش حاجة وكان مفتعد ريه يعني وكان يعني ما كيديرش حاجة ذوينا في حياته وعطاه الله بقيش عقال سنية ديالو نعم يعني هذك بقيش ساعهم ورمت نساثي وخط نساثي لإسم يذك السيد ولكن يعني قيش كتيك تعاودوا مني نفس فرحة ما كنصخوش ريوم الله دكتور ما كنناش يعني ما الديرش من نقلة صورة دكتور يعني لستاخذ فيك شوية ولكن زيما أنا أعلق بال المجتمعين اللي بغيتهم يطرحوا يطرحوا يعني يطرحوا بحلقة أسئلة ملتقط بارك الله عليك دكتور الله يحفظك لله ودعي لي يا دكتور معولي ذاتي ودعينا بالرزق نانشاء الله نانشاء الله نانشاء الله نانشاء الله باغا ندير شي حوالي جدش الدارة دكتور ومقادرات وتعارف دكتور كل شغلة وكنت مننا من الله تعالي رزقنا الرزق والصحة وقوة الإيمان ويختبر من الله بالحسن ووحد الأخت فاطم الزهرة كنت قولي بدعم عاد الزوج صالح ووحد الأخت ما تلا بغاية الله تعالي يرزق الصبار ومو يمجع المسلمين والمسلمات والله يحفظك دكتور وسمحوا لي المستمع يعني بغيتك دكتور جعوبني على قبل السؤال ليا الأبن الحاري يعني يعني أنا الصراح ليل 27 يعني الحد صحن على ابن الحاري نعم قال ابن الحاري قال ابن الحاري وما بعرفش شكرا لك يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم والموهيم بغيت نعرف يعني التفسير ديال ابن الحاري لشنو كان دور دياله وربما الرسول صلى الله عليه وسلم هو يوصل لكي ليس لسنة ولكن أنا نعم نعم الله يحفظك دكتور الله يحفظك ويرعا شكرا لك لأم محمد نشكرك على التواصل وكان الهدف ديالنا أنه يكون عبارة عن عن مدرسة أو قسم قسم للتربية والتعليم والتوجيه وزرع القيم الدينية هذا هو هو الأساس ديال ديال البرنامج هو زرع القيم الدينية والعمل على الإصلاح الاجتماعي لكن للأسف أن بعض الأحبة كان عضروهم ظروفهم صعبة يعني صار صار القسط الأوفر من البرنامج هو طلب مساعدة مالية وإحنا كان عدنا برنامج خاص ديال المساعدة المالية داخل إداعة ميد راديو هو برنامج قلوب رحيمة واستمرت قريبا لمدة ست سنوات كان يأتي يوم الجمعة كل جمعة كان يأتي يعني بعد صلاة الجمعة وهذا البرنامج عنده نظام يعني الإداعة هي فقط كالدير البت وإلا فكان عنده شاركة مع جمعيات طبية وجمعيات لديالتعاون الاجتماعي والتربوي وهذه الجمعيات عندها صفة المنفع العامة يعني عندها صفة صفة كبيرة ليس جمعية صغيرة جمعية عندها رصيد وعندها وحد الاستقلالية وعندها وحد السمعة وحدات بالمنفع العامة فكانت لبعضهم الإدعاء بعضهم الجمعيات كيستقبل المكالمات كيستقبل الناس وآخرون كانوا يستقبلوا واحد اللجنة كتستقبل ملفات واللجنة الثانية كتقوم بالفحص ديالها هم أطباء متخصصين وفي أثالثة كتمشي من الأعمال الجمعوية كتمشي للمستشفيات وكتمشي للمصحات وكتفاوض وبعضها ولجنة أخرى تحقق وشد ملف صحيح من حيث الناس ما عندهمش تغطية صحية ما عندهمش ممتلكات باش يعرفوا بأنه فقراء كان واحد ترسانة قوية وكبيرة نتعاون عليها لكن شاءت قدرة الله تعالى أن هذا البرامج ديال المساعدة المالية هي كانت في العديد من الإداعات وتوقفت التوقف ليس من عندنا وإنما جميل الأعلى يعني الهيئة العليا للسمعي البصري اقتضت بأن هذا البرامج غد تمنع من جميع الإداعات ولكن بقوا الناس يقولوا طلبوا المساعدة وكلقوا حرج لأن هذا البرنامج ديالنا هو المثاق دياله هو تربوي اجتماعي وفي الحوار حوار بين الناس أنهم يتكلموا على المشاكل ديالهم الاجتماعية والنفسية وحسب المحاور فالتخصص دياله الأسماء الكبير هو والجانب الديني فانتمنوا إن شاء الله تعالى الأحب الكرام أننا نخضوا بالنصيحة ديال أم محمد هي النصيحة ديال أم محمد هي النصيحة ديال المدير المسير للإداعة يعني النسل للإداعة لمسيرين هذا هو الفكر ديالهم هذا هو التوجه ديالهم ولكن يغلب علينا الناس من اللي يطلبوا المساعدة المالية كالقوا حرج باش نردوهم وكنتلبوا الله تعالى يغنينا من فضله وربي سبحانه وتعالى يصلح الجميع للا أم محمد جوابا على السؤال ديالك من هو ابن الحارث لجتي في المنام أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لك معك ابن الحارث أول حاجة أبشرك بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو مبشر بالجنة لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لا يرى لأهل النار كل من رأى النبي الكريم في المنام هذه بشارة له أنه إن شاء الله سيكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى حاشا وكلا أن يتمثل النبي الكريم لصورة إنسان قد سبق في علم الله قد يكون من الخاسرين بالعكس سيكون من الفائزين وفي رمضان يعني أن الظرفية الزمان وكل مكان عندنا القداسة ديالزمان والقداسة ديالمكان رأيت الرؤية في ليالي رمضان مع العلم أن ليالي رمضان فيها النفحات الربانية وفيها الملائكة النورانيين جوالين في الأراضين وفي السماوات يعني شفتي هذا الرؤية في القداسة ديالزمن لهو رمضان وليالي رمضان ابن الحارث هذا هو صحابي جليل كان يعاني معاناة شديدة وسمي سماه أبوه الحارث لماذا لأنه هذه الكلمة أنه يحرط الأرض الحارث يحرط الأرض وكان سبن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يشجعه وكان يبارك له هذه التسمية احتقال بأن أجمل الأسماء ما عبد وحمد وأصدقها الحارث والهمام يعني الأسماء الجميلة ما هي هي ما عبد وحمد عبد بحل نقول عبد الله عبد الرحيم عبد الصبور عبد الشكور عبد الباصط هذه كلها لفيها أسماء الله الحسنة ما عبد وحمد حمد يعني نسبة لسيدنا محمد محمد وأحمد ومحمود لأن سيدنا النبي في الأرض اسمه محمد وفي السماء أحمد يعني أنه كثير الحمد لأن أول كلمة سوف ينطق بها أبونا آدم عليه السلام حينما خلقه الله وعلمه الكلمات أول كلمة غيرين تقبلها سيدنا آدم ما هي الحمد لله غيرين تقبل حمد فلهذا أحب الأسماء ما عبد وحمد محمد وأحمد ومحمود كلها أسماء طيبة هذه محمودة عند الله وأصدقها أصدقها ماذا الحارث وهمام الحارث لأنه يحرط الأرض يعني أن الحياة الدنيا خلقنا الله تعالى مش للمتاع ولرفاهية إحنا كننخذه من الدنيا غيرين تقبلنا مولانا وإلا لا ننسى أبدا الحياة هي 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 كفاح هذا كلام ما قالوا قالوا أدولف هتلر يعني زعيم النازية اللي في ألمانيا واللي هو كان بعيد عن الدين وكتب كتاب شهير اسمه الحياة كفاح واللي ترجمه بالألمانية كان اسمه كفاحي معنى أن الحياة كفاح الحياة وإحنا عايشين من مرحلة لمرحلة من الطفولة المراهقة الشباب الكهولة الشيخوخة كل مرحلة وعند تحديات كل مرحلة وعند مشاكل ديالها ره الطفل الصغير راضي وعنده مشاكل ودك اللي هو بقي ما زال في الخمسة سنوات وعنده مشاكل عنده التبول لإراضي وعنده الخوف بالليل وعنده حزن فرق مباه ما كيشوفهمش دائما ودك المراهق عنده مشاكل كبيرة الصراع بين ذاته والرغبة الجنسية وبغتا هو يفراح ويسعدوا ديالك الشابة هلاش كيجوم صراع الشابات في السن ديال خمسة سبعتاشر سنة كيكون عندهم مراهقة عندهم صراع داخلي عندهم رغبات نفسية وعندهم إكرهات وكينا 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 تقاليد وعادات ومحرمات الضغط النفسي حياته هي ابتلاء هكذا أملك يكبرك يعود شاب كيبدي يقلب على خدمة كملت دراسة خصو يكافح باش يطلق الخدمة المناسبة ومن لي ما غيرقاش غيرده باش يمقسم الله وغد يحضر الراس دياله بزز منه باش يكمل وإلا غيرتعب أكتر ثم غيرتخل البهتة عن نصفه الآخر قلب على الزوجة المناسبة فينا هي وقلب انتي على الزوجة المناسب ومن لي كيطلقاه دائما كتوقع دائما إبليس كيدخال وكيبيل العيوب ديال الطرفين وكيوقع النزاع والمحاكم عامر بالطلاق سنة أولى زواج ثم بعد ذلك اللي كيكمل كيدخل الحياة كيفوت الشباب كيدخل الكهولة كيفوت ربعين سنة يالله كيبغي يفرح كيبدأ الظهر عليه الأمراض يعني بعد الأربعين كيبدأ الجسم يعني يكتامل في النمو ده بغي دوز المرحلة دي الهدم كتلقى بأن ها والشيب ها السنان التسووس ها البصار كيضعاف كيدير النظارات ها هو غادي يتقوص له الظهر ها هو غادي في الضعف وصراع تحمل المسؤوليات إلى أن يصل إلى الشيخوخة ستينيات كيعد عنده اتصال مباشر مع الأطباء والمستشفيات والمصحات ها هو غادي يجي وهكذا حتى يأتيه الأجل وهناك يدخل في حوار مع ملك الحياة كفاح حوار مع ملك الموت كل الحياة كفاح لهذا معنى الحارث أن الإنسان يحرط الضار الآخرة هنا هذا العمل كله وهذه المعاناة هي ركلها مقصودة من الله تعالى لماذا باش يخرج منا الجانب الطيب في نفسنا احنا البشر عدنا في النزعة عدنا النزعة دي الخير ودي الشر حتربي من لخلق الملائكة خلقهم كل خير الملائكة أجسام نورانية لا تأكل لا تشرب لا تنام وظيفتها الذكر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كلهم خير الملائكة ثم خلق الله الجان كلهم شر الجان في معظمهم شر شر وسحر وتسلط وظلم وعدوان وخلق البشر بين بين خلق البشر في نزعة الخير والشر وجعلنا الله الحياة الدنيا صراع كل واحد فينا عنده تحديات وعنده صعوبات لماذا باش يخرج من الله سبحانه وتعالى الجانب الجميل في نفسنا أنت ملك تصب مثلا بأزمة يعني الجانب السيء هو تقول وما لي أنا وقعت لها أزمة وعلاش هات القادرة دالية كذا وتقلب على الوسائل وقد تكون محرمة أو ممنوعة باش تحيد تقلع لك هذا بينتي الجانب الأسوأ أما الجانب الطيب في الإنسان إلا تصبت بأزمة الإنسان أول حاجة كيحمد الله على كل حال وكيقول ربي يتنزف في ملكه يفعل ما يشاء وكيبدأ يحاول أنه يخرج من الأزمة بما أوتي من مؤهلات وقدرات حلال معترف بها ومشروعة ولكن شي حاجة حرام كيقولك لا أفك أزمتي بالحرام ولما قدر شفك كيقول ما علي إلا الصبر صافيا كيريح الضرد وكيصبر وكيرفع رأي البيضة ويدكر ربه وينتظر الفراج هكذا الحياة كله هكذا خلقنا الله تعالى فللا أم محمد الرؤية النبوية الشريفة لإسم الحارث رأى بغض من نقصدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك تبقى متواصلة في حرط الأرض وحرط الحياة وحرط غد حرط أما الحصاد إمتى الحصاد الحصاد غده إن شاء الله تعالى في الدنيا ولكن الحصاد الأكبر غجي في الدار الآخرة في النعيم المقيم الخلود الأبدي الذي أعد فيها الله تعالى ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر مبقى قدم ما فات دووزنا الكثير في العمر مبقى قدم ما فات يوما أو بعض يوم كما قال ربنا عز وجل وننتقل إلى العالم الآخر ولكن ستبقى عندك نقط حسنة على أنك كنت من الصابرات وكنت من الحارثات وكنت من العاملات دون أن تنلي أجر الحارث هو اللي كيبقى يحرط في الأرض وكيعمل وباقي موصل له الموسم دي الصبع والموسم دي الحصاد باش ياخد نتيجة ثمار دياله وباخدهاش وغاك يحرط أخذ ده بحل دك السارح بحل دك الخماس أخذ يخدم مسكنك يخدم وغيرك ياخد الغلة ولكن هو عند الله تعالى عظيم الشن تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أسأل الله الكريم للا أم محمد الله يحفظ لك الولدات والابنيات الله يعطوهم النجاح والفلاح والله يعونك على الزمان اللهم تعالى يفتح لك باب الرزق ويفتح لك الله تعالى باب العطاء وباب الكرم إنه سميع قريب مجيب نتحول إلى إقليم صفرو معنا للا كوتر ألو ألو السلام عليكم للا ألو السلام ورحمة الله صديق طيب يا مرحبا مهر كبير هذا اللي سمت فيك فيه صوتك مهر كبير هذا حافظك الله ورعاك للا كنت تتمنى ندر معكم بحق لها دراسة دياني الله يكبر بك للا يا مرحبا الأميات دياني كنت تمنى غير تدعيم حياة غير من التاح ومستمعني يقولوا آميرا لك عيشة في حال المعاناة الله مكبر لا يلا هيل الله لا يلا عيشة في حال المعاناة كبير هذا لا يلا هيل الله كنت تتعلم معي مقلب كنت قولها يا ربي تشفيها وتعفيها يا ربي يا ربي يا كريم يا ربي مرحبا مرحبا اختي كوتر احنا كنا نسمع في كل مغربة معاك موحبين كلهم متوضئين وجبهم ساجدة وقلبهم طاهرة ان شاء الله كلهم يدعيوا معاك للا اشبق عليك للا كوتر اشبق عليك بنتي المشكلة مني قاس عندي خمطة العامة ايه يتني ذكر على أن الله سبحانه وتعالى في الدماغ ديالي كنت كان صارحة ما كنتش كان حاول كان حاول نحاول نحيي تذكر هادراء خايبة عن الله سبحانه وتعالى وحايت كل ترسخ لدك شي في الدماغ ديالي ايها بنتي اياه لا اله لا اله لا اله بنتي كوتر لس مولتك اشتو المستوى الدراسي ديالك المستوى ديالي غير خامس استدائي لا لا بنتي هدا منتير غاوس واس هدا غاوس واس ان شاء الله ربي غادي غادي يوفقكم ويتحيد ان شاء الله من الرص ديالك بإذن الله يا ربي بنتي يا ربي بإذن الله يقول لك يقول امين ياربي تصرجع لك البنت كتكي قلت انا امين للناس يستوى انتو ميزو الدهن لك ما يقول امين كوتر مليك تكون تصلي الصلاوات الخمس ديالك وش كيتمتلك كبير اللي في الدماغ ديالي ممكنش كنا قدر لنصلي ولا نهد ولا نضحك ولا ناكل ولا نبيت شي حاجة ممكنك تزالي شي حاجة لا شاء الله بنتي ما شاء الله الله يشافيك ش حدب العمور ديالك كوتر اللي تسعود عشرين عام سبارك الله شباب الحمد لله هدا غد هدي غير مرحلة وغددوز ان شاء الله تعالى مرحلة قصيرة بإذن الله ما قلبي احتى الله الخري لا إله إلا الله إن شاء الله غد يرجع أحلى وأقوى وأكرم إن شاء الله تعالى بإذن الله الواحد لأحد يا ربا بنتي يا ربي بارك الله فيك جزاك الله الفخير الله يحفظك بنتي كوتر الله ينورك بنور الله وكنتشكرك للتواصل ديالك لأن هاد المشكل ربما غيستفدو منه الكتير من السادة المستمعين الحال اللي عندك بنتي ركين على الناس كتير وكتير بزف هذا كتسمى التسلط التسلط الشيطاني على الإنس تعلمون جميعا منذ أن خلق الله تعالى أبنا آدم عليه السلام إبليس شعر بالغيرة وقال بإزتك لأغوينهم أجمعين يعني أقسم أقسم بأن إبليس ميرتحش حتى يغوي الجميع وإبليس أعطاه الله تعالى وحد القوة مذهلة قال لأنظرني إلى يوم يبعثون إحنا كنا كنا نموت الأنبياء والمرسلين كل شي يموت وكي تبعت ناس أجداد عوتاني وأجيال أخرى ولكن إبليس ما كيموت إبليس هو هو غني بقى عيش إلى قيم الساعة قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين ثم اطلب من الله يعطي السلطات عنده قوة كبيرة وعنده جنود الذر يديلو كبيرة جدا هناك بني الأزرق وبني الأحمر هناك من يزحف على بطنه وهناك من يطير بجناحين عنده الغواصين وعنده الطيارين وعنده وحد القدرة مذهلة كيف يتسلط إبليس على بني البشر كين وحد الفئة كيتسلط عليها عن طريق الوسوسة دي الأفكار كتجي أفكار اللي هي ظلامية وكأنه يشك في الدات الإلهية أو يؤمن بأن الله موجود ولكن ينسب إليه صفات اللي هي صفات سيئة كأنه ظلم وكأنه الكبرية وغير ذلك ثم كين تدخل التالي دي الإبليس على البشر كيلي كيجي كيجي في الشهوات كي ما كيجيش في الشكوك دي الفكر ودي الإيمان كيجي في الشهوات را كيسمعوا فين الناس را كل واحد فينا غا دي قس نفسه فين كين هو كيلي كيجي مع الشهوات كتلقى مع النساء يعني دائما كتلقى يلهته وراء النساء بحل دك العنب والمجيع كيقول اليوم غدا غنشبع غدا ما مقاش نعود وكيبقى يعود دائما لعلاقات غير المشروعة ودائما كيوقع في الخطايا أو ربما كيقدر يكون الشهوات عبارة عن خمور والعياد بالله كيشرب الخمر وكيشرب المحرمات أو كيلعب القمار المهم أعمال ممارسة ممارسات فعلية لي محرمة وكين اللي كيجي دي استرنا ويستركم في النزعة دي الجمع الأموال كتلقى يلهت وراء جمع المال الدرهم والدينار كيدير جميع الوسائل الممكنة خصو يربح الفلوس هو الهم دياله الفلوس ما عنده علاقة مع النساء وخاتبه تغريب النساء ما يغترش تغريب الخمر ما يغترش تغريب الشكوك ولكن شوف المال يشوف الدرهم يسيله لوعابه وكين كل واحد وكده لي الله تعالى انتهى بنتي كوتر المشكل في اندخل منك إبليس اندخل منك في الشكوك ديال الفكر وديل العقيدة وهذا هو الطريق الأول لك يدخل بإبليس لبني البشر ربع الزواجل أعطى الإبليس واحد القدرة على أنه يتسلل عن طريق الوساوس إلى الفكر فيك يوصل إبليس يوصلك للفكر هو ما يوصلك لديك مع مرور ما يمسك في يديك أو في دراعك أو في رجلك أو في الظهر ديالك أو يكسره ما يقدرش ولكن عنده قدرة مذهلة يتسرب إليك إلى الفكر يدخل الفكر وكيبدأ يقول لك كلام اللي هو مضاد للدين ومضاد للإيمان لهذا السبب كالقوة لما سألتك بنتي المستوى الدراسي ديالك لأن هذا الحالة كتجي للشباب والشابات في السن ديال 15 عام 16 عام هناك تبدأ لهذا احنا في النظام التعليمي ديالنا كيديروا للناس المكلفين بالتربية والتوجيه كيديروا مادة الفلسفة مادة الفلسفة ومادة التربية الإسلامية وكي نقش فيها قضايا علمية عقلانية فلسفية منها القضايا الوجودية باش نعطيه الأدلة والبراهين على حقيقة الوجود الإلهي إبليس إبليس ديال الآن تمكن منك والأفكار اللي غد يقول لك هي ظلامية أكيد من بين أهم الأفكار كي يقول لك بأن الله غير موجود ولكي يقول لك الله موجود ولكن التصور للألوهية خاطئ جدا كي يعطيك صفات سلبية كأن الله يظلم أنه يفرض علينا أشياء قوية وأنه يكتبع علينا ويقدر علينا مصائب شديدة فكتصور بأن الله تعالى ظالم وهذا الشبهة ذكرت في القرآن الكريم وذكرها الناس قبلنا منذ زمان قرون مئة قرون وربنا عز وجل لما عرفنا بنفسه نفى عديد تهمة قال وما ربك بضلام للعبيد قالوا بأن الله يظلم نزل قوله تعالى وما ربك بضلام للعبيد لما قال هذه الكلمة وما ربك بضلام للعبيد أشقلهما قالوا بأن اللغة العربية هذه صيغة مبالغة يعني ليس بضلام ولكن ظالم ليس فقال لهم لا ماشي المقصود هكذا المقصود أن الله لا بغير يظلم يكون ظلمه كبير بحل صيغة فعال بحل أكال أكال و ثم نزل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال در وإن تكو حسنة يضعفها ويوت من لدنه أجرا عظيما هذا هو التصرف الإلهي إن الله لا يظلم مثقال در وكلمة الدر لم تكن معروفة عند العرب الدر حتى من البعض عاد الباحثين في مجال الفيزياء وفي مجال طاقة اكتشفوا ما يسمى بالدر ثم اكتشفوا ما هو أصغر من الدر لذكر الله تعالى أيضا في القرآن الكريم مما يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل موح به إلى نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعنى قال إن الله لا يظلم مثقال در أبدا الله تعالى نفى عن نفسه ولو أقل شيء الدر ما هي الدر هي الجزء الذي لا يتجزأ من الشيء ربي لا يظلم أبدا ولكن لكت الحسنة يضاعفها ويوت من لدنه أجرا عظيما ثم قالوا أكثر من هذا قالوا لماذا ربنا عز وجل كتب علينا كذا وقدر علينا كذا هي بخلاصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الأجوبة الواضحة نحن لا نحتاج بفضل الله أن نتعب أدهاننا وأفكارنا في البحث والتنقيب لأن كل شبهة عدنا الجواب جاهز في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية الشريفة أذكر مثلا في الكتاب العزيز ربنا عز وجل منذ البدء منذ الانطلاق أشقل لنا قال لنا ولقد خلقنا الإنسان في كبد منذ الانطلاق عرفنا لماذا خلقنا إحنا ما تخلقنا عبت أفحسبتموا أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني التحجمي عبت لأن البعض كالقوة وحد تقرير أمريكي مؤخرا وأنا أعتقد بأنه ليس صحيح قال بأن داروا إحصاء والقوة العدد دي المغاربة اللي هم ملحدين في المغرب القوة ستة ملايين هذا كلام رخم ورقم كبير جدا ودى تقرير وضعته منظمة أمريكية كبيرة وداته الخارجية الأمريكية واعتمدت على ماذا وهذا الناس عندهم هذه الفكرة كانوا واحد الفئة تسمى الملحد شكونا هو الملحد هو اللي عنده تقافة عنده تقافة وعنده علم ويلحد وكانواحد الفئة تانية اللي هم المتشككين هذا قل منه يعني عنده الشك ما واضحش عنده الرؤية وكان واحد الفئة تانية كيسموه اللا أدري النزع اللا أدري كيقول لستو أدري أنا ما عارفش أنا ما فهمش أنا الأديان ما فهمش لها كله واتش لا أدري وكان النزع التانية اللا مبالات ذاك الاكتراتي أنه لا يكتريت يعني بعض الناس كتلقى دبرا في المراقص الليلية كيشرب الخمور كيرقصه كيسمع الموسيقات وفرحان مع رأسه وكيقول لك أنا لا أكتريت أنا ما سوغلش فيها تشي كله لكن احنا كنا شغلنا فيها تشي هذا الأمر هذا هو ضروري ومؤكد يعني لو كان أمر على الهام مشتع الحياة كنتركناه لكن الدين هو عاصب الحياة يعني الدين كتر من الهواء اللي كنت نفسه ضروري يكون عندك الدين ويكون دين صحيح ويكون دين واضح ويكون دين مفهوم ربي سبحانه وتعالى قال لنا منذ البدء أفحسبتموا أنما خلقناكم عبدة وأنكم إلينا لا ترجعون هاتشيرا ما فيش لعب هاتشيرا ما فيش العب هاتشيرا حق إنه لحق مثلما أنكم تنطقون وقال لنا ولقد خلقنا الإنسان في كبد ما معنى في كبد يعني في مكابدة الحياة تعب ومعنى كبد قالوا العلماء الكبد هو يصيب الكبد الكبد ديالكت مرة مرة بدك الصدمات بدك المعاناة ومشكيلة هناها مرة الأمراض مرة ها هو الفقر مرة هاي الضيون مرة كيتهموك بكلام في السمعة ديالك إنك السمعة مرة كيتكلمولك على مراتك مرة على أولادك مرة مرة السراع داخل الأسرة بينك وبين مراتك مرة بينك وبين ولدك مرة بينك وبين نفسك يعني سراعات كثيرة هاتش كله مقصود الله سبحانه وتعالى حلق الحياة هكذا وصممها وهو إبداع رباني رفيع المقام ولقد خلقنا الإنسان في كبد ثم قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ثم لقه ربا حدنا غادين في الحياة رأى دائما هذا الابتلاء غادي حتى نفرق الحياة ما تسنجو حد منهار غد تعد عدنا المدينة الفاضلة وغد يلقوا بأن الحياة كلها وردية وكلها جميلة وغد تبقى لا حروب ولا سفك دماء وغد تكون السلام العالمي هذا كله مبادئ متمنيات لكن الواقع هو أن الحياة هكذا خلقت من أجل الصراع بوقت قصير ثم نرحل لكن نسجل نسجل للبصمة دينا موقف ناقص يكون موقف رباني وموقف صحيح وسليم ربي عز وجل يشرح لنا هذه الأمور كلها فيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هنا نحن مطلوبنا على الصبر نحن ليس مطلوب من نشيحة كبيرة على الصبر أبونا آدم كان صابرا أول كلمة نطق بها الحمد أول كلمة نطق بها الحمد والدعاء اللي به ربي تاب عنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من الخسرين السؤال لماذا الحياة مليئة بالابتلاءات مليئة بالأمراض مليئة بالفقر مليئة بالحروب لماذا ربنا عز وجل خلق هكذا وجعل فيها الخير والشر ليبلوكم أيكم أحسن عمل هذا هو الغاية ليبلوكم أيكم أحسن عمل المطلوب منا نخرج من نفسنا أطيب الأشياء يعني أنت قد قل يا ربي لك الحمد على كل حل أنت عندك مصيبة وعندك عندك واحد الشدة في الحياة وعندك واحد الألم فضيع تحمله بين أحشائك وقد قل يا ربي لك الحمد والشكر على كل حل وقد سول ما هي الشريعة الرحمن أسيروا على ضوئها وأسيروا بمقتضاها لا أبحث عن المصلحة والمنفعة بل أبحث عن المشروعية بهذا الأمر هذا أنت لك تخرج أطيب ما فيك وأو أنت كتبت لله تعالى بأنك عبدون صالح تستحق ورقة الولوج إلى جنات النعيم شوف ده بالله عليكم ده الدول الكبرى اللي بغي ياخد فيزا للهجرة شحال دي للتست كدروا معه شحال دي الاختبارات باش تكون مؤهل باش توصل ويدخلك للأرض يالهم إما أوروبا وإلا أمريكا أو غيرها من الدول تستحق بزادي للجهود وتتبت بأن عندك مؤهلات وأنك استجيل دي خالي من الجرائم والصوابق وعندك القدراء وعندك هذا غد دنيا فما ظنك حناك انتظرنا الولوج إلى الضار الآخرة لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلخص لنا القضية كلها بحديث نبوي شريف أرجو من الأحباب الكرام أن يحفظوه عن ظهر قلب وإلا أن يكتبوه على ورقة ونعلقوا في مكان نوم ديالي يعني في غرفة النوم اكتبت الحديث وعلقوا في غرفة النوم باش تبقى تشوفوا دائما وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتله فإذا صبر اجتباه فإذا رضي اصطفاه اسمع هذا الحديث معناه إذا أحب الله عبدا مش أي واحد يطيع الله البالاء ركي الناس دي بالآن لا يعرفون الله والله لا يريد أن يعرفهم لأنهم تنكروا لله وتجاغلوا جلال الله نسوا الله فأنساهم وأنفسهم وحد الفئة عبر التاريخ وفي عصرنا وفي كل وقت وحين هذا وربي ما كيتكلم معهم لكن كيتكلم مع المؤمنين لكي بقى يستحضر دائما أن الله موجود وأن الحياة هي مسؤولية وأن الحياة هي كفاح إذا أحب الله عبدا ابتله منك يحب شو أحد ويقب يعطيه الخير ويعطيه النعيم ويكتبه مع الفئة الناجية والفئة الفائزة اللي عند الخلود الأبدي وعند النعيم الخالد إذا أحبه ابتله إذا أحب الله عبدا نال منه كي يخوض منك شي حاجة إما كيقول الملائكة خوضوا من صحته كي يبقى فيه أمراض أو كيقولهم خوضوا من ماله كتلقى عنده فاييت مشال المال ولا تعدو ديوم أو خوضوا خوضوا من سمعاته كيتهموه اتهم باطل شحال ياما في السجن ما ظليم كنا كمسلوا السجن بعض مرات باش نديروا واحدة عمالية تضامنية كانوا بعض الناس كي يقلسوا معنا وكيحكوا لنا أنهم مظلومين رغم أن القانون قانون أعمى لا يعرف كذا ولا كذا كيعرفوا غير ما هو ظاهر والباطن لا يعلمه إلا الله تعالى كلك إن الله تعالى من عرضه من شرفه كل واحد من جاته إذا أحب الله عبدا نال منه فإذا ابتلاه إذا ابتلاه فإذا صابر إججبه أنت المطلوب منك الصبر تكون صابر قل يا ربي الحمد والشكر لك على كل حل صابر لا تشتكي لا تشكو الله تعالى إلى خلقه الله تعالى يستاء من بعد العباد يقول يا جبريل أنظر إلى عبدي فلان يشكوني إلى خلقي الله لا يرضى بذلك ولكن كتقول لشفك العبد قلنا نحمده نشكره هو سبحانه هو تعالى ذك الشي اللطني أنا راضي به إذا أحب الله عبد ابتلاه فإذا صابر اجتبه لكن أنت من الصابرين غتعود مجتبع مجتبع أتعود من أهل الله غتعود من الفرقة الناجية غتعود من أهله وخاصته وإذا راضي اصطفاه إذا راضي اصطفاه هو الرضا كتر من الصبر الصبر هو كتحك في قلبك وتسكت ولكن الرضا كتكون فرحان كتقول يا رب لك الحمد على كل حال والشكر وخاء صابت المصيبة أنا أعرف أن هذه المصيبة في طياتها من النعم الكثير ما لا يؤد ولا يحصى لك الشكر يا رب ولك الحمد أنك ابتليتني ورزقتني أنت الصبر من عندك وأنك رزقتني الرضا احترر ذلك شعر بالداخل مش يمنع عندي أنا أنا لم أصنعه هو الذي أعطاني الصبر هو الذي أعطاني الرضا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو كلمة هو يقول العلماء منهم من قال هي اسم الله الأعظم لأن هو هو يقول معناه أن هذا الضمير هو حاضر بقوة في عقلك ونفسك كنبغي نقول لك بنتي كوتر الحالة اللي عندك هي لا تحتاج إلى طبيب ودواء وعلاج وسكانير وتخطط كهرباء للدماغ هي مجرد وسوسة الحالة اللي عندك هي وسوسة وربق لنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذه الوسوسة عند الجميع عند كل لكن هناك وسوسة صغيرة وكنا وسوسة متوسطة وربما أنت الوسوسة اللي عندك كانت كبيرة جدا وأتعبتك العلاج ديالها أشنه هو العلاج بنتي هو أنك كل يوم عند شروق الشمس وعند غروبها على الشروق الشمس وغروبها لأن تطلع بين قرني شيطان الشيطان عند القوة دياله والتدخل والتسلط على العباد عند شروق الشمس وعند غروبها تما عند القوة تما عند الدبيب أشكن دير أنا أنا عند شروق الشمس وعند غروبها أقرأ بإخلاص ويقين سورة الإخلاص قل هو الله أحد وكنقرأ المعودتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس نقرأها مرة وحيدة أو نقرأها ثلاث مرات ولكت الحالة عندي صعيبة نقرأها سبعة مرات ولكت الحالة عندي متأسرة نقرأها أحد عشر مرة هذا مفهوم العدد هذا العدد هذا عنده دلالة وقوة وأثر في النفس نقرأ الإخلاص والمعودتين إما مرة إما ثلاثة إما سبعة إما إحدى عشر نقرأها في الصباح وفي المساء هاتوا بحال ديكون بخيمة كتبشي عن الطبيب كي يقول لك تاكل واحد الفين ده في الصباح فين ده في العشية احنا أيضا اللي متعب عندك دبا بنتي رمشي الجسد اللي متعب عندك ماشي النفس اللي متعب عندك هو الروح الروح متعبة غتقرأ الإخلاص والمعودتين ولبغتي جيك الفرحة وتشوف التجليات دي المولى عز وجل الله الله لو فتح الله عليك فتح العارفين بالله ورأيت التجليات دي الله عز وجل غتشوف الملكوت غتشوف النور غتشوف الرحمة غتشوف الرضا غتشوف الحلاوة دي الإيمان ماذا عليك أن تفعلي بكل بساطة أبسط الأشياء اللي ممكن في متناول جميع اندروها هو الاكتار من الصلاة على النبي المختار صلي كثير على مقام رسول الله ربنا اعطناها الدواء قال لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا أعظم دواء وأحلى دواء انتك تقولها اليوم وتقولها غدا وتقولها بعد وغتشوف التجليات وغتشوف النفحات وغتشوف الارتسامات المباركة والإشراقات الربانية وغتشوف الفرحة والسرور وكأن الله يكشف لك نافدة إلى الجنة غتشوف مقامك في الجنة وغتشوف النعيم في الجنة فتهون عليك الدنيا وتهون عليك مشاكلها وهمومها وتقول يا رب أقم الساعة وغتكون دائما تتذكر هذه من لدات لا تخافوا من الموت ولا تخافوا من الفناء كتقول هناك البقاء ينتظرنا وكلما أصبت بمصيبة كتقول هذه ترقية سريعة هذه ترقية سريعة من الرحمن وهدية من رب العالمين سادة المستمعين الله يجازيكم بخير دلوا معنا وحد فتحة هذا البنية كوتر رهية معذبة من إقليم سفر دلوا وحد فتحة اللهم يا رب العالمين نزوم عن يديكم جميعا لأن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أختنا كوتر اللهم شافيها مما فيه اللهم إن الشيطان قد تسلط عليها ووسوس لها في قلبها وعقلها وأصابها بالعنل والأمراض اللهم أنت طبيبها وأنت شافيها اللهم املأ قلبها بالإيمان اللهم املأ قلبها ونفسها بالسعادة اللهم املأ عقلها بنور الفهم اللهم يا رب اسرف عنها الشيطان وسوسه ومكائده اللهم باعد بينها وبين الشيطان ووسوسه ومكائده كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقها من ذلك كما ينقى الثوب لبيض من الدنس اللهم اغسلها من ذلك بالماء والتلج والبرد اللهم تبت الإيمان في قلبها اللهم ارزق حلاوة الإيمان ومحبة الله ورسوله وارزق يا رب الإقبال على الصلاة وارزق يا رب الإقبال على تلوة القرآن اللهم وارزق الرفقة الطيبة المؤمنة التي تعينها على الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا وإياها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من قال أمين اللهم ارزقنا وإياه مثل ذلك وزيدة قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا أكرم الأكرمين نتحول إلى إقليم الخميسات معنا سيسليمن سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيك الله سيسليمن يا مرحبا الله يحفظك ورعك مولي الله ينورك بنور الله بارك الله فيك مولي أمين يا رب ليلة هي للله يا رب يا رب يا كريم واخو يا بإذن الله سيسليمان أنا شوف استمدري إما ذكر الرقم ديالي وإما يخلو الرقم ديالي كنت وصل معك أخويا الله يفرج عليك الله يحفظك ورعك مولي لا إله إلا الله أخي سيسليمان أول حاجة هو هذا الأمر متوقع يعني لا تضم بأن الحياة تستمر كلها أفراح وكلها سفريات وكلها نجاحات لا يمكنش الحياة هكذا منذ أن خلقها الله تعالى لا بد أنك تمر بهذه الأشياء إما وعكة صحية وإما خلافة عائلية عدد الناس كلهم رحتى الرؤساء ديالدول والملوك والأمراء والسفراء والوزراء وكبار القوم والعلماء والمفتين كل واحد له نصيب من هذا البلاء حتى الأنبياء والمرسلين أيضا لهم نصيب من هذا البلاء هذا أمر طبيعي عادي أول حاجة نتقبل هذا الأمر لا بد أننا نشعر بالرضى رضي الله عنهم وراضوا عنه بل يكون عندي وعكة صحية أو يكون عندي مشاكل عائلية أول حاجة الله تعالى وناظر كيف تصنعون الله عز وجل يسجل علينا يعني رد الفعل يعني الموقف ديالك من هذا البتلاء كل واحد فينا عنده عنده وحد الكناش عنده بحلق يقوله هنا داك الكتاب اللي كيكون في الشركات داك الروجستر اللي كيشجل لنا كل حاجة كشفوا حساب كل واحد فينا لأنه يوم القيمة غير لكي اقرأ كتابك كافى بنفسك اليوم عليك حسيبة أحيانا الأعمال ربما قد تكون متجاوزة ولكن رضود الأفعال على الأعمال هي اللي عنده وحد تأثير كبير مثلا الله تعالى سوف يبتليك بمرض وطبيعي الإنسان بعد الأربعين غير تصب بالمرض لأن الجسم كان منذ الطفولة كان يبنى كيتبنى وكيتجدد ولكن بعد الأربعين الخمسة والأربعين غير يبدأ الهدم الهدم طبيعي تدريجيا تدريجيا كدهر الأمراض سنتقبلوا هذا الأمر وهو علمي وهو واقعي وهو شرعي أيضا ثم المشاكل العائلية ضروري تقع لأن إبليس يدخل ويقصد النفوس اللي هي ضعيفة ويقصد هو شكون ذيك النفس اللي هي ضعيفة ويحاول ما أمكن أنه يوسوس لها ويدير النعارات علاش هذا كدر كذا ولماذا وقع كذا وكذا وكيوقع للخلافات العائلية ونزاعات هذا أمر طبيعي من اللي نعيش مثلا النزاعات العائلية أول حاجة نبدأ بها ما هي غير نشوف النزاع وقع خسنا نحافظ على الأدان 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 أيها الأحباب الكرام مهم من اللي كنسمعه الأدان نردد مع المؤدن لأن الأدان يطرد إبليس ومن حوله احتقلوا العلامة إلى كان لقد ضلاش نزاع عندك في البيت أو في المحل ديالك وخمش وقت الأدان عليك أن ترفع الأدان علاش مدم كي النزاع يعني إبليس راح حاضر را كي وسوس لهذا ويخربق هذا ويدير مع هذا بشوقع النزاع عندك الساعة قد ترفع الأدان كلما سمع إبليس الأدان وضع أسبوعيه في أدونيه وفر إلى البعيد مشاهف حاله هرب كي هرب ما كيبقاش وقف معنا فالإنسان غد يحاول ما أمكان الأفضل وصية للنزاعات العائلية والخصامات ما هي هو الصبر والاحتساب يعني ما نقول لك أنه غد تمشي عنده واحد الكوتش ولا غد تمشي عنده واحد المدرب ولا واحد الذي يزرع الطاقة الإيجابية هذا كله مفيد ولكن الوصية الذهبية اللي نافعة واللي هي يفعالة وهي أن تكون من الصابرين الله يحب الصابرين اصبر غد تمسك لسانك ما تقول إلى الكلام الحلو احضر أن تقول كلمة جارحة كتبقى مسجلة عليك وحاول ما أمكان أنك تبدي موقف مسالم لأن الغضاب غد يمشي وغد يدوز المرحلة دياله وغد يبقى دائما في الداكرة ما هو موقفك من لك النزاع تحملوا واحد كالنزاع بينه بين الزوجة دياله أو بالأصهار دياله أو بالإخوة دياله من لك يكون صبور وكيكون محتسب وكيقول كلمة حلوة طيبة ما كيخصتش الخواطر غد دوز واحد المدة وغنسه هذه المشاكل وغد تبقى في الداكرة فلان أو فلان ما شاء الله عليه كان صابرا وكان محتسب ولم نسع منه السوء والعكسه صحيح كين يغير كيبدى المشاكل كدد تسمع واحد القاموس ديال الشتائم واحد الكلام الجارح وكي يتمرد وكي تسأل المشكلة وعمرهم ما ينساه كيقول لك ديك النهار دكش اللي دار فلان أو فلان ما نسوش وصدق الشاعر حينما قال يلتام ما جرح السنان ولا يلتام ما جرح اللسان يلتام ما جرح السنان شنو السنان هو النبل العرب كانو كيتحاربوا بالنبل يختل شو واحد يتضرب النبل خطأا ويتجرح وسلم الندم ولكن من البعض غيتشافه وغينسه حت خطأا ما كين بس ولا يلتام ما جرح اللسان يعني الجرح دي اللسان ما كيتنساش كيتبقى سنين كين دي بالراجل مع امراته 40 عام يعني مؤخرا حضة الواحد الصلح الراجل بعد 40 سنة ديال الزواج ولاده تزوجه والصغير فيهم يالله زوجه سالة الحمد لله خمسات الوليدات والبنيات زوجهم آخر عنقود زوجه فرحه ودوه شهر العسال عاجة قال المرأة آجين تحاسبوا أنويك واش عقلتي النهار ديال العرس ديالي أنويك من لدى الخطوبة وجبت لك صداق وجو عائتي وعائتك درت لي وقلت لي وفعلت لي عاد هو دكش اللي كان وقع أيام زمان كان خازنه في القلب دياله وخرجه بعد 40 سنة وبدك يقول لها أريد الحق أريد القصاص والمرأة تقول لي واشتها عندك شعقلوا لحمق ولكن هو منساش كين واحد الصنف من البشر ما كينساش وهذا مخالف الإيمان لأن المؤمن من صفاته أنه ينسى ويتجاوز ولا يحاسب وإنما يحتسب كنقول الله مرزقنا الاحتساب للحساب على كل حال أخي الفاضل أسأل الله سبحانه وتعالى نحن على وشك أن نرفع آدان صلاة العشاء حسب توقيت ضربيضاء النواحي هذا الوقت ومبارك سيد المستمعين الله جازكم بألف خير دين الفتح الأخد ينا اللهم شافه وعافه اللهم رب الناس أذهب الباس اللهم شافه من الأمراض اللهم شافه من الأسقام اللهم طبه في الغيب اللهم ارزقه القوة وارزقه المدد ببركة الصلاة على مولانا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها اللهم أخنا الفاضل اللهم يا ربي فض هذه النزاعات في العائلة اللهم اجعل المودة والرحمة بين أفراد الأسرة والعائلة اللهم اصرف عنه هذه المشاكل اللهم اصرف عنه هذه الهموم اللهم فرج عنه يا رب الكروب يا دلجلال والإكرام يا رب العالمين ندعوك بدعاء نبيك يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم فرج الهم عن المهمومين اللهم نفس الكرب عن المكروبين اللهم قددين عن المدينين اللهم ارحمنا وسائل المسلمين اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله اللهم آمين قلوا آمين جميعا آمين آمين يا رب العالمين واللحظة أيها الأحباب الكرام أيها الأحباب الكرام في ختم حلقة هذه الليلة المباركة تعالوا بنا نناجي المولى سبحانه وتعالى وندعوه ونستغفره ونتوب إليه ونقول الحمد لله الذي هذانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لأن هذانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الله أكبر ولله الحمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا دنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا مريضا إلا شافيته ولا مولودا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا حكمك ماضي فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا اللهم احفظنا جميعا بما حفظت به الذكر الحكيم اللهم رعانا جميعا بما رعيت به القرآن العظيم يا رب اجعل كتابك العزيز لنا في الدنيا مرشدة وفي القبر مؤنسة وإلى الجنة رفيقة اللهم ارحم جميع أموتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعلهم ضيوف مكرمين عندك يا رب العالمين اللهم بوضئهم مقعد صدق عند ملك مقتدر وأسكنهم الجنات تجري من تحتها الأنهار واجعلهم ممن قلت فيهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمتال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله قولوا جميعا أمين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين